ارتكاب اي خطأ مراهوش يقدم ولا اي اضافة احسن وافضل منه اللي يقدر يعوده لا بيستحق انه يلعب اساسي هي نقطة الضعف للمنتخب الجزائري انا نشوفها كسر بها كل الخطوط وزاميله خرج من ورا المدافع وهذا خطأ كبير جدا بالاخص السلام عليكم ومرحبا بكم اول شي نبدأ في هذا الفيديو رح نتكلمه على هيشان بوداوي لا بالمنتخب الجزائري ولا بالندي نيسا الفرنسي هيشان بوداوي تدخل القناتي طالما تكلمت عليه في القناة انه لاعب مظلوم اعلاميا لاعب مظلوم في المنتخب الجزائري لاعب يستحق انه يلعب اساسي لاعب يقدر يقدم الاضافة كاي الناس كانوا يقولوا لي انه هاد لاعب ما يصلحش لاعب سيئ لاعب اعطاله الفرصة بالماضي ولكن ما قدمش لاعب كده ولكن داره 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 وكل الناس صارت قل لك هيشان بوداوي لاعب جيد ولاعب رائل نعم مش من اليوم لاعب جيد منذ مدة هو لاعب جيد هو لاعب رائع وكان قادر يقدم الاضافة للمنتخب الجزائري من قبل ولكن للأسف حتى كي استدعاه جمل بالماضي من قبل استدعاه وكان لعبه في منصب ليس منصبه كان يلعبه اكثر دفاعيا مسترجع للكورات هيشان بوداوي ما يلعبش في ذلك المنصب يعني متتفلسفش بزاف لاعب يلعب في نادي نيس في هذا المنصب انه لاعب يقدم طنشط الهجومي يربط ما بين الدفاع بالهجوم لاعب ذاكي يعرف كيفاش يخرج بالكورة يفتك الكورات بدون ارتكاب الأخطاء لاعبه في ذلك المنصب غيرت له المنصب بتاعه ما يتقلق لكش هاد الشي اللي صراه في الفترة تجمل بالماضي حاليا مع فلاديمير بيتكوفيتش لعب ولعبه بدون فلسفة في المنصب التاعه اللي يلعب فيه مع نادي نيس اللي متقلق فيه اكثر من ثلاث سنوات يلعب اساسي مع نادي نيس لو كان جابه داوي لعب ضايف ولعب سيء مايلعبوش مع نادي نيس ومايبقوش يصبرو عليه ولكن اللعب يعتبر ركيزة في نادي نيس شوفوا معنا هاد اللقطة شوفوا معنا هاد الكورة هنا كيفاش هشام بوداوي يقطع الكورة دون ارتكاب اي خطأ هنا يبيلك الذكاء تاع اللاعب ورؤية اللاعب في الملعب لاعب رائع جدا لاعب فنان صراحة كي تشوفوا يمسك الكورة انيق جدا بسم الله ما شاء الله واللعب هذا طالما تألق في الدول الفرنسي ولكن الصحافة الجزائرية لا تتكلم عليه كأنه ليس لاعب جزائري وما ننساوش حتى بعض الجماهير الجزائرية اللي للأسف عقولها صغيرة عياه هما دائما يتنمروا على هشام بوداوي ويدحكوا عليه وكذا للأسف لأنه عقول منحطة هشام بوداوي ابن الجزائر لاعب رائع خريج المدرسة الجزائرية خرج من الجزائر وراه احترف في اوروبا حاليا موجود في المنتخب الجزائري ويستحق أنه يكون أساسي كل المباريات مش بالعاطفة مش لأنه حبي يلعب باش يلعب لا لأنه فارض نفسه لأنه لاعب جيد يلعب يقدم لك الإضافة وهذا اللي يهم نحنا مصلحة المنتخب الجزائري اللاعب اللي يقدم الإضافة مش لاعب باش يلعب برك شوفوا معنا هنا في هذه الكورة هنا كيفاش دار هذه التمريرة الرائعة جدا هشام بوداوي تمريرة ولا أرواح في ظهر المدافع كسر بها كل الخطوط وزاميله خرج من وراء المدافع تمريرة رائعة جدا شو التمريرة هذه؟ عام كامل نقدر نقوله من قبل ما شوفناها هاش تمريرة كما هذه ما شوفناها هاش يا صديقي تمريرة كما هذه تشوفها عند البارسا عند ريال مادريد عند السيتي ولكن في المنتخب ما كناش نشوفوا هذا الأمر لاعب ذكي لاعب يلعب إلى الأمام لاعب الإيجابي شوفنا كذلك الخروج بالكورة يخرج دون ارتكاب أي أخطاء تمريراته صحيحة وأهم شي في لاعب في وسط الميدان أن تكون التمريرات تاعه صحيحة لأنك تدير خطأ في التمرير راح تشكل خطورة كبيرة على فريقك وعبئة كبيرة على دفاعك لأنك نتال مهمة تاعك أنك تكوفري تغرق كل الثغارات أنك توصل الكورة إلى المهاجمين ولكن للأسف نحن كان وعدنا في وسط الميدان مثل آدم زرقان ورام الزروقي اللاعبين هذو يلعبوا لعب سلبي جدا يمسك الكورة يرجحها اللور يبقى يدور الكورة اللور وهذا ما هوش لعب اللاعب اللي يكون فنانه تكنيسيا في وسط الميدان يمسك الكورة يدور يسكان الملعب يلعب كورات مع زملائه وهذا هو اللاعب اللي يجيب لنا الإضافة للمنتخب الجزائري كذلك هشام بوداوي الميزة اللي فيه اللي شفناها البارحة حاول يسدد وما عدناش بزاف لعبين اللي يسددوا عدنا عوار عدنا هذو اللاعبين جيدين لازم دائما يحاولون يسددوا وكذلك شوفوا معانا هذو اللقطة الجميلة تبين لك كل شي صراحة قراءة الملعب سكان الملعب شاف المنافس موراه شاف الخصم موراه عارف روحه ورواقف وعارف أيضا الزميلة المتحرر تتعه في المنتخب أراح أراح الخصم مراوغة بالجسم الكورة راي عنده وضي ماره وضاربه هذا اللاعب الرائع وهذا اللاعب المطلوب اللي لازم يكون في لعب وسط الميدان زروقي هنا تجيه كورا يعود يرجحها واللي يدور يمدها الخصم ويدير كارثة ورح تشوفوا معانا كوارث على كل حال برافو 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 على هشام بوداوي إن شاء الله نشوفوه في نادي كبير وإن شاء الله نشوفوه دائما بلاياقة وتبعد عليها الإصابات إن شاء الله أيضا باش نتكلموا على رامز زروقي هذا اللاعب صراحة اللي من لي جال المنتخب للجزائري أنا واحد من الناس ما قنانيش وما أجبنيش علاش؟ لأنه ما راهوش يقدم الإضافة للمنتخب الجزائري كان يقول لك هذا اللاعب خريج آي اكس أوكي عارفين لعب أكاديمي أوكي عارفين هذا مليح ولكن هل راوي يقدم الإضافة فوق قردية الميدان ما راهوش يقدم ولا أي إضافة اللاعب اللي راوي يديره رامز زروقي أنا تبلي أي لعب حتى في البطولة الوطنية يقدر يديره السيد جي كورة يمسك كورة عهو درجة كورة جي كورة يمسك كورة عهو درجة كأنه حيط شتى تلعب مع حيط تضرب في الكورة تعهو ترجع هكا تلعب مع الحيط تضرب كورة تعهو ترجع ما كين إبداع لا يقدم لك حلول ولا أي شي لا شفنا لا تمريرة قصيرة صحيحة لا باس لونج جميلة ما شفنا ولا شي أوكي يلعب ارتكازي يسترجع كورات ولكن حتى يسترجعها للكورات الكورة يسترجعها منه باش يمررها صحيحة يدير فيها أخطاء وشوفوا معانا هاد اللقطة اللي يدير فيها خطأ كارثة صراحة في التمرير الخصم بتاعك ما شفتوش ما كش تلعب وحدك كين خصم موراهك يستنك تغلط بس يسجل عليك هدف هنا وش يبيلك أنه اللعب ما تدوش قراءة للملعب وما رهوش يسقاني الملعب وما رهوش يشوف زملائه وهذا خطأ كبير جدا بالأخص في هذا المستوى والشي اللي خلى حتى رامز زروقي حاليا مع فريقه فاينورد جاليس في ذكة البودرة يستحق ذلك لأنه اللعب ما تطور صراحه وما رهوش يقدم الإضافة فأعتقد لازم على المدرف لديمير بيتكوفيج أنه يشوف لعب آخر ويدير تغييرات ويجيب لنا لعب آخر يكون لعب ارتكازي ولاعب مسترجع للكورات يكون أفضل وأحسن من رامز زروقي فأعتقد أنه كائن بعض اللعبين اللي يقدروا يقدموا الإضافة للمنتخب الجزائري لو كانوا يشوفوهم ويجيبوهم يعطولهم الفرصة أيضا كذلك شوفوا معنا هذا اللقط شوفوا معنا هذا اللقط تقريبا تشبه لقطة عبوداوي اللي شفتوها أنه بوداوي راوغ بالجسم ولكن هو شوف بسق الكورة راح الكورة بعيدة عليه شوية راح يجري الخصم قطع له الكورة هذه تسديدة هدف تمريرة هدف يسجل للك هدف من بعد إحنا الناس اللي ما تعرفش اللي تقول لك آه محور الدفاع السيء أوكي عادنا محور الدفاع ثقيل في شوية مشاكل ولكن اللي يكون أمامه مسترجع الكورات وارتكازي إلى ما يكون شو قوي وصلب ويغطي كل الثغارات وتوصل بسهولة كورة للدفاع فهذا كي هي نقطة الضعف للمنتخب الجزائري أنا أشوفها أنه لازمنا لاعب ارتكازي قوي جدا لاعب يلعب في هذا المستوى ما يسكنيش ما يشوفش الخصم بتاعه صراحة فهذا مشكل اللقطة اللي شفتوها اللولة في المبارات البارحة والثانية في المبارات اللي قبلها يعني في مبارتين متتاليتين دار أخطاء وهذا الأخطاء اللي يجبتكم بيانين لأنه يوجد العادي من اللقطات اللي دارها البارحة فقط تمريرات خاطئة اللي كانوا قادرين يسجلون منها أهداف على كل حال هذا هو رأيه بخصوص هشان بوداوي وبخصوص رامز زروقي إن شاء الله بيتكوفيتش يدير التغييرات اللازمة ويغير رامز زروقي ويشوف لعب أحسن وأفضل منه اللي يقدر يعوده كائن لاعبين كائن لاعبين اللي إن شاء الله نشوفهم في المنتخب الجزائري بالنسبة لي أنا هشان بوداوي يستحق أنه دائما يكون أساسي في المنتخب الجزائري نتمنى التوفيق لكل المنتخب ولكل اللاعبين وحتى رامز زروقي كي نتكلموا على العقام مش نكره أو عندي مع مشكلة لأنه بعض العقول الصغيرة للأسف الشديد يقولك آه عندك مشكلة مع اللاعب أو ما عندي مشكلة مع أي شي نتكلمه كراويا بالأرقام بالإحصائيات بالأخطاء اللي دارها كون دار حاجة مليحة كنا تكلمنا لي حاجة مليحة ولكن لم يقدم أي شي جيد إلى حد ساعة مع المنتخب الجزائري أخطاء كثيرة والكرة القدم ما لازمش تكون فيها العاطف لازم تقول الحقيقة كما هي لأنه لغة كرة القدم أرقام وإحصائيات إحصائياتك أرقامك مليحة أنت مليحة إحصائياتك سيئة أنت سيئة على كل حال تحية الجزائر السلام عليكم